هل دفاعهم عن التراث هيفلح؟ لا المرة دي ما فلحش للمرة الأولى في حياتهم العشر سنوات الفائتة دول بمجموع ما حدث مش بشخص معين أخيرا الناس عرفت السر أخيرا ورن لهم يعني إيه تراث؟ ودي الطبخة مطبوخة كده أنت حكموا بقى إذا كان ده مناسب ليك باشا تفضلوا تكلوا وهضموا وزال فل بس نكتشفنا أن فيه ناس كتير عندها الزائقة والفطرة اللي قالت آه لا فيه حاجات غلط حاجات لا يمكن عقل نتم وإحنا جبنا سيرة قريب من السؤال التي سألتوني عن موضوع الشفاعة حتى ناس من اللي كانوا على الطيار الأقرب للتزمت زي الدكتور مصطفى محمود آخر سنوات قال لا يا جماعة فيه حاجة غلط ما ينفعش حديثة بقى موجودة ما ينفعش واحد يقولي أن فيه نبي خرق عين ملك الموت فقع عينه ما ينفعش ففيه ناس بتوذعن للحق وفيه ناس بتكابر للآخر وإنتوا عارفينهم يعني لوه يفضل يبرر ويلف ده موضوع من أبسط المواضيع زي زواج السيدة عائشة اللي هو أصلا لا سنة ولا دين ولا إنسانية تقره بالعكس ده في مصلحة الدين إن إحنا نقر إنه ما حصلش شوفي الحرب الضروس اللي أنا خطها عشان قلت لهم لا كان عندها 18 سنة السيدة عائشة يعني ده موضوع بسيط خالص أصلا ستة 18 عشرين هو مش في الدين أصلا يعني مش حاجة مش ركن مش فرد مش سنة معلومة وعدت يعني تطلع صح تطلع غلط المؤرخين غلطوا عادي موسيقى موسيقى موسيقى